مرحبا مرحبا سابون بالشوكولات والكراز هذه المقادير ستجد ماء مقطع اما بالصيدريات اما بالمحلات اللي بتبيع مواد كيموية سودا كاوية هيدروكسيد السوديوم ولا سوديوم هيدروكسايد لا غناء عنه ستجد انا هون استخدمت شغلي اسمه تفر تنبع بالسوبر ماكتس السوبر والناس اللي بتعمل الصابون كتير بيحبوا هيدي اكتر من زيت الزيتون العادية لانه اول شي مش بس على رخصها بس كمان فوقتها كتير حلوة زائد بتعطي وقت طويل جدا انو نشتغل فيها بس بزات الوقت مش متل زيت الزيتون العادية بده وقت طويل لججمد لا هيدي ضغري بتمسك زيت جوز الهند بيساعد على تصلب الصابون زائد بيعطي بابلز رغوة فالتنضيف سبعوله كتير منيح استخدمت هون زبدة الكاكاو كمان بتساعدها لتصلب الصابوني زائد وبدنا الوان تجميلية وزيوت عطرية انا هون استخدمت زيت الشقورة والكرز اول شي انا اريدي جاهزت الصودة الكاوية تقريب ساعة ولا ساعتين لباردت ونفس الشي الزيوت الحرارة تنينات هون تقريب بين المية ومية وعشرة فارانيت فسكبتها على زيوت واول شي كم ثانية بخلط من غير ما شغل الستيك بلندر بخلط بيدي بشغله خمس ثواني عندن بحرك بيدي بوقفه مش انو منضلنا كابسين على الستيك بلندر ورى الضرب اخر شي بتتقول معانا الخلطة انا كل شوي بشوف وين صار الاسر لما صار الخلطة ميديوم مانا تقيلة ومانا كتير خفيفة الصمتة اخدت ربعها زدت عليها اللون البني تبعوه للمايكا وزدت نص كمية الزيت العطري لانو النص راح استخدموه هون ونص التانية راح استخدموه بغير مطرح هيدو قوالب السليكون انا قصيت هيدا هيدو اتماعت يعني ما بعرفش هي مات بالعربي بس انو كمانا قارب السليكون قصيتو ونزلتو بالنص هلا راح اسكوب كل ربع تبعول الخلطة اللي هو النص تبعول البراون كل ياتو بالجزء السفلي لانو راح اعمل ثلاث الوان البوتم ولا تحت على بني النص بالوسط على فوشيا والفو ولا اخر طبقة كمان على بني فانتو شوفو عينكن ميزانكن لتقصموها على ستي عم بخبطها كتير منيح ليش عم بنخبط الصابون يطلعوا كل الفقاعد رجعت يلي تبقالي اخدت ربع تبعولو يعني الخليط اصمتو على ثلاثة ربعين ونص تركتو على جنب وهيدا هو النص راح نزل فيه اللون الفوشيا يلي اريدي خلطتو بزيت خفيف بالاول ما راح استخدم لستيك بلندر لانو اريد الخليط صار عم بيتقول معي بس بويسك خلطتو كتير منيح وسكبت عليه ولا زيت عليه هوني انا استعملت ريحة الكارز زيت العطري بريحة الكارز يعني استخدمت عطرين رجعت خلطتو بالويسك لاندمج ولا لاتأكدت انو كل شي نخلط مع بعض دان بالملعقة راح بلش اسكوب لانو اول شي الخليط شوي تقيل عندي تاني شي ما بدي انو الخليط الفواني ينخرط مع البراون لاير ولا الجزء السفلي فالصابون بدو شوي تتأني بدو كتير صبر وبدنا نشغل مخنا وحاسة الحاسي بس احساسنا فمتل ما عم بتشوفو بس بالملعقة عم نزل اسكوب شوي شوي عم بحاول انو ما يخترق الطبقة التحتانية وكل مرة بس خلص بدي اخبطو لاتأكد انو اول شي انفردت طبقة الفوشية زائد طلعو كل للفقاعات وبالسباتولا هيكي بس عم مرقها عليهم ليصير السطح مستقيم هلا اخر ربع ولا اللي ضل عندي زدت عليهم ملون البراون زائد بقية الزيت العطري كمانا تبعو للشوتلت خلطون بالويسك وكل هادي راح نزلهم باخر طبقة هيكي شوي شوي عندن راح ارجع افردهم بالملعقة زيوت العطرية ما عطيتكن اديه لانو كل زيت عطري على حسب الشركة المصنعة انتو شوفوا اديه الشركة المصنعة من الزيوت اللي عندكن كاتبينها واقود اللي استخدموها يعني انا استخدمت للجزئين اتنين اول واحد الفوشية تبعو الكارس فاصمت التوطل على اتنين واستخدمت اديه الزيت العطري مكتوب بالنينة والتاني والجزء التاني اللي تحت واللي فوق على الشوكولت ايجان اصمتو على اتنين وهيدا المقياس اصمتو على اتنين مرة تاني واحد تحت واحد فوق خبطت كالعادي رشيتو بالكحول 99% وتركتو تقريب الاسبوع عشر تيام ليطلع على اقلية من مهله هيدا هو شكله لما بينشال ولا لما شلت القلب السيليكون ولا هيدا المات تبعو لي السيليكون هيدا بيصير شكله اصمتو على اربعة هيدا اختياري ليكونو هيكي بس اطاع صغيري هيدا انا كنت عملتو بغير ريحة بغير الوان وصبختو شويلة فوق طريقة الصبر ولا هيكي لا نعطي اخدت بس ميكا باسباعي عصب يكونو لفك شينا اخدت بس باسباعي وعن بريئة هيكي بس بالطبطة كأنو عم نزل هايلايتر على وشي نفس الصاب نعمل هايلايتين للصابون بدكن تتعكوها هيكي كبيري فاين بدكن تقسموها فاين على حسب انتو شو بدكن بس قصة المنطلع الصابون من القلب بدو ياخد وقتو بعض الوقت بياخد اسبوع هيدا اخد اسبوعين وعلا فكرة هيدا الصابون نعمل بشهر اربعة يعني بأيبرول سعلو اربعة خمسة شهر الهلا لوصلتلو الدور لا صورو وهيدول التعليبات التعليب شي خاص وبرسنل وزوء شخصي كل واحد بيشوف ولا بيرتقي كيف يعلب بالصابون تابعو انا هيدول بس عم بعطيكن اردياز وطبعا شغلو الاماجينيشن والعقل تابعكم يا رابي يكون عجبكم الفيديو انا هيكي متل ما قلت عم بعطي بس افكار هيدا هو القروب تابعي بالفيسبوك راح اترلكم تحت بصندوق الوصف ارابط تابعو نضمو الينا فيه صبايا وشباب من جميع انحاء دول العالم وكمان فيه كان لست مختصرة ولا صغيرة على الحامات وان راح تلاقوها بالدول العربية يا رابي يكون عجبكم الفيديو اذا عجبكم متى تضغطوا لايك تشركوا بالقناة وبشوفكم الفيديو جديد ترجمة نانسي قنقر